كما أقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر حفل استعراض للجياد العربية الأصيلة المشاركة على شرف ممثلية الوفود المشاركة من 41 دولة وألقى سيد بيتر بونت كلمة خلال بداية الحفل أشهد فيها بجهود مملكة البحرين باستضافة الحدث الدولي مثمنا في الوقت ذاته الرعاية الملكية السامية التي حظي بها المؤتمر معبرا عن امتنانه العظيم للجنة المنظمة العليا برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة نجل السمو ولي العهد نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لنادي راشد الفروسية وسباقات القدرة وعبر بونت في كلمته التي ألقاها عن الفخر بأن تقام هذه النسخة من المؤتمر في العاصمة البحرينية المنامة وعن الاعتزاز بالرعاية الرسمية الملكية للمؤتمر مشيدا بالاهتمام والمتابعة المباشرة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة نجل السمو ولي العهد رئيس اللجنة العليا وجرى على همش الحفل استعراض موسيقى تتضمن بعض الأغاني التراثية البحرينية مثل العرض البحري وبعض التقاليد البحرينية الأصيلة في هذا الجانب كما جرى استعراض للجياد العربية البحرينية التي تمثل القيمة الحقيقية التي تجسدها الخيل في تاريخ التراث البحريني الأصيل كما ألقى ممثل الوفد الصيني المشارك في المؤتمر كلمة أشهد فيها بكرم الضياف البحرينية ومعبرا عن فخر واعتزاز جمهورية الصين الشعبية بالجهود التي تبذلها المنظمة العالمية للاعتناء بالخيل العربي الأصيل حول العالم كما أعرب المشاركون عن عميق شكرهم للحفاوات البحرينية البالغة مقدرين دور سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة نجل سمو ولي العهد وتوجيهته التي ساهمت بتحقيق نجاح مقطع نظير للمؤتمر العالمي للخيل العربي الأصيلة اشتركوا في القناة